اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وما يشهده التعاون الثنائي من تقدم وتطور في كافة المجالات خاصة ما يتعلق بالتنسيق العسكري والدفاعي كبلدين صديقين وحلفين تجمعهما علاقات تاريخية عميقة موربا جلالته عن اعتزازه بالعمل معا في العديد من المهام النبيلة من اجل السلام والامن في المنطقة جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الاصخير امس استقبل معاني السيد جيمس ماتس وزير الدفاع بالولايات المتحدة الامريكية بمناسبة زيارته للمملكة ورحب جلالة الملك المفده بوزير الدفاع الامريكي والوفد المرافق والسعر ضمعه الروابط التاريخية العريقة وسبول تطويرها واكد جلالته ان العلاقات البحرينية الامريكية مبنية منذ عقود على الثقة والاحترام المتبادل والحرص المشارك على تحقيق اهداف ومصالح البلدين الصديقين ونوه جلالته بالدور الفاعل الذي تطلع به الادارة الامريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ارساء دعائم الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الامن والسلم الدوليين مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها لجميع هذه الجهود والمساعي واكد جلالة الملك المفدى ان مملكة البحرين تسير على نهج التطوير والتحديث والتقدم في كل المجالات المختلفة مواربا جلالته عن اعتزازه بما تنعم به البحرين من روح التكاتف والترابط واحترام جميع الاديان والمذاهب مشيدا بالدور الذي تقوم به الجالية الامريكية في البحرين ومساهمتها في كافة المجالات عبر تاريخ البحرين وانهم يلقون من اهل البحرين كل الترحيب والاحترام من جانب اعرب معالي وزير الدفاع الامريكي اعربا عن تقديره لجهود جلالة الملك المفدى في توثيق علاقات الصداقة والتعاون المتبادل مشيدا بدور مملكة البحرين كشريك مهم منذ عقود طويلة في دعم وتعزيز السلام والاستقرار الاقليمي والعالمي كما جرى خلال اللقاء تبادل الاراء ووجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى بحث مجريات الاحداث في المنطقة وقد قام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله معدبة عشاء تكريما لمعالي وزير الدفاع الامريكي والوفدى المرافقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة